بستعرض معكم كتابنا رشتات غزائية طبعة الثانية عشرة باتكلم على مراحل التعلم وبقول ان مراحل التعلم في مرحلة اسمها مرحلة التلقي لغاية سنة 20 سنة لغاية ما طلبت اتخرج من الجامعة بيتلقى بيحفظ لما يتخرج من الجامعة 22-23 بيبتدي يتلقى بقى قواعد البحث العلمي مجلس تيرو دكتوراه ببتدي يتعلم فالمفروض ان هو من 20 ال40 بيعلم غير ويتعلم يدرس بقى يبقى هو مرة مرحلة التعلم ان ما بقي ان يعلم ويتعلم ان هو ان يعلم غيره لغاية ال40 بعد ال40 سن الندج سن النبوة بعد ال40 سن الانبياء سن الابداع يعني يعني العلم الطبخ جواي 20 سنة بتعلم و20 سنة بعلم وبعد ال40 انا ب stumble اطلع علم بقى ملوش حال العلم الطبخ جواي ويطلع علم جديد زي النحلة بتاخد رحيق الازهار ويطلع جواه ويطلع لنا عسل رحيق الازهار ده بالمناسبة مواد سامة يعني ايه يعني مقدرش أكل الأزهار أغلب الأزهار مواد سمة يعني ممكن يبقى فيه نباتات نباتات عادية تتاكل وفيه نباتات ما تتاكلش يعني فيها مواد سمة تقف النحلة على الأزهار السمة وتأخذونها رحيق السمة وتحوله بإذن الله يطبخ جوه النحلة ويطلع عسل فيه شفاء الليناس احنا عاوزين بقى العلماء أسادة الجامعة المدرسين العلم جوههم يطبخ ويطلع حاجة تانية في بقى إبداع وإضافة يعني إبداع وإضافة يعني مستحيلة درس مادة زي مدرس كده بيدرس سن 25 سنة لغاية سن 50 و55 بيدرس نفس المادة ونفس القواعد فيش إضافة انت عام زي جهاز التسجيل بتشغل ويشتغل فين الإبداع ففي دي مراحل اسمها مراحل التعلم